عن هذه القضية وموقعها في مصير أولمرت ومسار الفساد السياسي في الكيانة الإسرائيلي أرحب بضيفي هذه الحلقة من بيروت الكاتب والباحث الفلسطيني السيد سهيل النطور ومن المناصر ينضم إلينا الخبير بالشؤون الإسرائيلية السيد سهيل دياب والبداية لك سيد دياب يعني هل فعلا انتهى عهد أولمرت كما عبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد توصية الشرطة في الحقيقة أن على ما يظهر من كل المعطيات أن أيام أولمرت هي أيام في نهايتها والأمر ليس فقط يعتمد على قرار الشرطة بتحويل الملف لتقديمه للمحاكمة من قبل المستشار القضائي للحكومة مزوز وإنما أيضا يعتمد بحسب رأيي أن أولمرت قد وصل إلى نهاية المطاف ليس فقط كرئيس حكومة وإنما في مجمل الحلبة السياسية الإسرائيلية طيب يعني هل إذا وقفنا عند توصيات الشرطة سيد دياب يعني هل تعتقد بأن مزوز أو المدعي العام قد يقدم فعلا على اتهام أولمرت كل الدلائل تشير إلى ذلك أن السيد مزوز سيصل في نتيجة ونهاية الأمر إلى لا مناص من تقديم لائحة اتهام من الممكن أن تكون لائحة اتهام أقل مما يتحدثون عليه اليوم ولكن التجارب السابقة سيد دياب تختزل جزء من الاتهامات سيد دياب ربما التجارب السابقة أثبتت عكس ما تقول ولكن السوابق أثبتت عكس ما أنا أتحدث إليه اليوم ولكن هناك معطيات جديدة يجب أن نراها على الساحة السياسية ليس فقط الإسرائيلية وإنما أيضا العالمية والأمريكية كل المحاولات للمراهنة على أولمرت سواء في ملف الشرق أوسطي والملف الفلسطيني كما يدعي أولمرت اليوم الملف السوري والملف اللبناني وحرب لبنان وكل ما شابه ولكن تأتي قضية مثل قضية الفساد برأيي أنها أوصلت تل الأوساط التي تريد وأرادت في السابق أن لا تصل إلى هذه السابقة كما يظهر نحن مقبلون على إمكانية عالية جدا لهذه السابقة ترجمة نانسي قنقر